موسيقى بدأت العمل في مجال الألغام في عام 2016 بعد ما أستشهده هو 11 شهيد من أبناء منطقتي أبناء منطقتي أبناء منطقة صرواح موسيقى 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 دخلنا مع المشروع السعودي مسام في عام 2018 شهر سبعة موسيقى من أبرز المواقف موقف انفجرت فيها عبوة ناسفة في منطقة الضيق كانت العبوة تعمل على كيمرة مجرد ما وصل الطق منها انفجرت وأصيب واحد من الشاب دي معي والحمد لله سلمت موسيقى كانت في بداية عملنا مع الجيش كان عملنا مخاطرة والآن عندما دخلنا مع مسام واستفدنا من الخبرات زادت خبراتنا وتطورنا والآن أصبحت قائد الفريق الأول مسام وأطمح أن أكون خبير دولي موسيقى برغم خطورة العمل في الألغام وجد تشجيع من الأسرة كون هذا العمل عمل إنساني موسيقى ميليشيات الحوثي استهدفت كل شريح المجتمع منها العسكريين والمدنيين حتى المواشي وحولوا لك الألغام المضادة للدروع إلى ألغام بشرية مضادة للأطار موسيقى كنت أتمنى أن يعيش داخل بلادي وهي مزروعة بحقول الفواكه وحقول الخضروات لا مزروعة بحقول الألغام هذا وضع مأساوي لذا أكبرتنا عليه ميليشيات الحوثي موسيقى 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 موسيقى